وخلال تفاقده مكونات مشروع موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في إطار جولته بمدينة سانت كاترين أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروع موقع التجلي الأعظم يتم تنفيذه لأبناء منطقة سانت كاترين كما شدد مدبولي أيضا على أن المشروع سيكون فرصة ممتازة للعمل والتشغيل لأبناء المنطقة مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات السياحية التي تنفذها الدولة للاهتمام بموقع مقدس من جانبهم توجه عدد من مشيخ القبائل البدوية في المنطقة بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة على تنفيذ هذا المشروع المهم وأكدوا أنه يشكل فرصة كبيرة وواعدة بالمنطقة